والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف الخامس سنكمل معا درسنا لهذا اليوم درس الثالث عشر صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام طبعا الرسل عليهم السلام طبعا كلنا بنعرف يا خامس إنهم مروا بظروف صعبة وتحملوا تلك الصعاب فكانت من صفاتهم الصبر كذلك بنعرف إنه كان عندهم صفة الرحمة كانوا رحمين ببني الإنسان أيضا الصدق كانوا يصدقون في قولهم وفعلهم أيضا الأمانة كانوا أمناء العصمة سنتعرف على معنى العصمة هذه جديدة عليكم العصمة أن الله سبحانه وتعالى معنى العصمة أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الكفر والشرك والدنوب الكبيرة هذه معنى عصمة أن الله سبحانه وتعالى عصم الرسل من الكفر والشرك والدنوب الكبيرة يعني ما في رسول أو ما بنعرف رسول من الرسل كفر أو أشرك بالله أو كان عنده ذنب من الدنوب الكبيرة مثل مثلا الزنا الدنوب الكبيرة مثل الزنا أو الشرك بالله هذه ذنوب كبيرة إذن ما في رسول يحمل هذه الصفات لماذا طبعا ليش هاي الرسول ما بتحمل هاي الصفات من كفر والشرك وذنوب كبيرة لأنه إحنا بنعرف أن الرسول هم قدوة لبني الإنسان هم قدوة لنا فكيف يكون الرسول قدوة وهو بفعل هذه الأشياء إذن الرسول معصوم عن هذه الأشياء لأنه قدوة للناس فبدأ أرجع للعصمة الله سبحانه وتعالى أيضا حما الرسل من أن ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم إذن الله حماهم من أن ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم لأن الرسل جاءت لماذا إذن جاءت حتى تعرفنا بخالقنا أخذنا يا خامس في درس سابق حتى تعرفنا بخالقنا ونبتعد عن الأعمال السيئة ونتقرب إلى الطاعات فما هي الحكمة لما أسألك شو الحكمة من عصمة الرسل الحكمة من عصمة الرسل يعني ليش الله عصمهم عن الشرك والكفر والذنوب الكبيرة شو الحكمة شو الهدف إذن هاي الحكمة لأنهم قدوة للناس في طاعتهم لله تعالى وفي أخلاقهم وفي أخلاقهم هاي معنى عصمة النقطة الثانية من صفات الرسل الصفة الثانية هي الصدق وكلنا بنعرف أن الصدق هي صفة تصف بها جميع الرسل ما في رسول كان يكذب الصدق يا خامس طبعا نعرف أن الرسل صادقون لا يكذبون لا يكذبون والدليل من الآيات القرآنية هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يعني صدق الرسل النقطة اللي بعدها اللي هي حكينا من صفات الرسل هي الأمانة الأمانة الرسل يبلغون دين الله إذن الله سبحانه وتعالى لما كلف الرسل بأنه يوصلوا الدين الإسلامي إلا إحنا بني الإنسان هذه تعتبر أمانة أمانة في عنق الرسل أنه يوصلوا الدين الإسلامي للإنسان ويبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى يعني رسولنا محمد لما الله كلف بالقرآن الكريم أنه ينشر الدين الإسلامي والقرآن الكريم بين بني الإنسان هذه كانت أمانة وهي أمانة صعبة جدا إذن فالرسل يبلغون دين الله كما أنزل إليهم ببلغ دين الله بدون لا تحريف ولا تبديل ولا تغيير أيها من دون زيادة ولا نقصان لا بنزيد في الرسالة ولا بنقص فيها إذن عندكم طبعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بالأمانة الرسول عليه الصلاة والسلام عرف بالأمانة كان كثير من الناس يضعون أماناتهم عنده قبل البعثة وبعدها ليش كانوا يحطوا أمانتهم عند الرسول لأنه كان أمين طبعا كلنا بنعرف أنه محمد عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين لأنه كان يحافظ على الأمانة فيؤديها إليهم ولذلك كانوا يدعونه بالصادق الأمين مثل ما حكينا إذن الأمانة الرسول قلنا يبلغون دين الله كما أنزل إليهم من دون زيادة ولا نقصان هاي معنى الأمانة أن الرسول يبلغون دين الله كما أنزل إليهم من دون زيادة أو نقصان طبعا نعرف أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أمينا طبعا كان الناس يضع أماناتهم عنده قبل البعثة وبعدها لماذا؟ لأنه كان صادق أمين ولقب بالصادق الأمين الصفة الرابعة وهي الصبر الصبر يا خامس الصبر من الصفات التي ميز الله بها الرسل ميز الله بها الرسل عليهم السلام طبعا الصبر هي مهمة أو صفة مهمة لأنها تساعدهم على تحمل المشاق وأذى أقوامهم طبعا كلنا بنعرف أن الرسل كان في أذى من أقوامهم يعني سيدنا محمد آدوه كفار قريش مع ذلك تحمل وصبر كانوا يتعرضون له والابتلاءات طبعا الله ابتلى الرسل كذلك زي ما بنعرف بعض الرسل الله ابتلاهم ابتلاءات كثيرة وهذه الابتلاءات صبروا عليها الرسل الآية القرآنية عندي وإسماعيل وإدريس وإسماعيل وإدريس وذل كفلي كل من الصابرين إذن عندي إسماعيل وإدريس وذل كفل هؤلاء الرسل الثلاثة كانوا من الصابرين طبعا عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر على ماذا زي ما حكي تلك صبر على أذى المشركين أذى المشركين عندما اتهموه بماذا بالسحر اتهموا سيدنا محمد بأنه ساحر وبأنه مجنون بأنه ساحر وبأنه مجنون فصبر عليه الصلاة والسلام على ذلك وتحمل كافة أنواع الإذاء الجسدي كانوا يؤذونه جسديا أيضا كانوا أحيانا كفار قريش يضعوا في طريقه الشوك والحجارة الشوك والحجارة فصبر عليه الصلاة والسلام على هذه الابتلاءات إذن هذه الصفة صفة الصبر هي من صفة الرسل من صفة الرسل إذن عندي سؤال ما أهمية الصبر في حياة الرسل شو أهمية الصبر الصبر في حياة الرسل تساعدهم على تحمل مشاق الدعوة وأذى أقوامهم إذن تساعدهم على تحمل مشاق الدعوة وأذى أقوامهم عندي الصفة الخامسة هي خامس الصفة الخامسة وهي صفة الرحمة صفة الرحمة الرسول لازم يكون عنده رحمة لابد أن يكون لديه صفة الرحمة إذن يتصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالرحمة والعطف كان عندهم رحمة وعطف وكلنا يمكن اسمعنا عن قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويأتي الحسن والحسين وهم أطفال طبعا ويلعبون على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام إثناء صلاته فكان وهو ساجد ينط الحسن والحسين على ظهر سيدنا محمد فكان لا يرفع من السجود حتى ينزل الحسن والحسين من على ظهره حتى لا يقعوا على الأرض إذن هاي بتدل على الرحمة والعطف ما أثر الرحمة سؤال عندي ما أثر الرحمة في حياة الرسل شو أثر شو الأثر اللي ترك بسبب الرحمة في حياة الرسل بسبب وجود الرحمة في حياة الرسل إذن الأثر هو بيجعل الناس تتقرب إليهم تقرب الناس إليهم بيجعلنا نتقرب من الرسل ثانيا تحببهم بهم بنصير إحنا الإنسان نحب الرسل أكثر إذن من أثر الرحمة في حياة الرسل تقرب الناس إليهم وتحببهم بهم تقرب الناس إليهم وتحببهم بهم هيك بنكون يا خامس خلصنا الدرس الثالث عشر وعرفنا صفات الرسل وتحدثنا عن كل صفة لوحدها